السلام عليكم. يوم اه هنتكلم على اكبر محطة ينتاج كهرباء في جزائر. اللي راه يقيد بي. في ولاية بسكرة في المنطقة المسمة او باش. اذا المحطة هذه تنتج تلتمية ميجاوات وفيها متنقسم على الجزء ثلاثة اجزاء. بربع محطات لكل جزء. فيها جزء واحد راه قيد التشغيل. والجزءين الاخرين راه في مراحل متقدمة من الانجاز. وعندما نعرف اللي هذا المحطة تنتهي الاشغال بها تولي الاكتفاء الذاتي مئة بالمئة بالنسبة لانتاج الكهرباء في الجزائر. خاصة انه نحن نعرف ان المحطة هذه جاي في وسط البيلد في منطقة بسكرة. والاهمية الكبيرة للكهرباء في الاقتصاد كل ما يكون في الاستعمال المنزلي. هو اه مورد اه هام. مورد تقوي هام. في اه تدوير عجل الاقتصاد الوطني. وهذا اه اه مفرح جدا. وكذلك ان اه ما انا نخبش عليكم ان فيه اه طحمة طموحات كبيرة باش اه تزاير تولي تصدر الكهرباء الى دول اوروبا ودول اه اه الجوار اه افريقيا. وكذلك خاصة عندما نعرف بانه المصنع انتاج اه التربينات انتاع باتنا رقيد الاشغال. وبها هذه اللي تزيد تطور. اه طاقة انتاع الانتاج انتاع الانتاع 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 الكهرباء استعمال اه استعمال الغاز اللي هو اه مورد متوفر في الجزائر. الحمد لله اه وصلنا الى المستوى من انتاج الكهرباء في الجزائر. وانترككم مع بقية الفيديو. السلام عليكم. محطة انتاج الكهرباء وحدة اوماج ببسكرا هي اكبر قطب لانتاج الكهرباء بالجزائر وتساهم في الشبكة الوطنية للكهرباء بنسبة عالية. بعد تشغيل المحطة رقم اثنان وجزء من المحطة رقم واحد بانتظار نهاية الاشغال بالمحطة رقم ثلاثة ليصل انتاج المحطة كليا الى ثلاثة الاف وثلاثمائة ميجاوات. من اصل انتاج وطني خلال الذنوى يصل الى خمسة عشر الف ميجاوات. موقع وحدة انتاج الكهرباء اوماج ببسكرا هي الاكبر قطب لانتاج الكهرباء على المستوى الوطني. لكن نحسب الطاقة الاجمالية اللي متكون منه هذا الموقع من ثلاثة محطات الكهرباء حوالي تلتلاف وتلتميات ميجاوات. يعني اكبر موقع لانتاج الكهرباء في الجزائر. وهو يعني طبعا مؤسسة مصنفة ستنسيت نيبرالجيك. ودو استراتيجية عانية. وحيصا من شارك تنتاج الكهرباء وهي فرع من فروع صوني القاس طبعا. هذه المحطة هذه شغلت ووضعت في الخدمة. يعني لتلبية متطلبات الشبكة الوطنية. من جهتها السلطات المحلية تعهدت بتوفير كافة الامكانيات لوضع المحطات حيز الخدمة في اقرب وقت. ثلاثة واحد واثنين وثلاثة. رقم اثنين را ديجا في العمل. رقم واحد في نسبة كبيرة. اربعة تيربينات ديجا راهم. بقاولنا في هزوج. اللي ان شاء الله هيكونوا في شهر افريل منتهيين بينها بصفة عامة. ومشتروها لها كشوفوا الاشغال انطلقت فيها. هذا المشروع يعتبر ذا اهمية كبيرة جدا جدا. هي مشروع عصبي لبلادنا الجزائر. ووفق تصريحات المسؤولين فان الجزائر خلال الفترة القادمة ستحقق فائض في انتياج الكهرباء. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة